مهم جدا انك انت تبقى فاهم الجزور بتاعة المسألة فين احنا كلنا عارفين انه كان في دولة ضخمة كبيرة تقدر تقول عليها امبراطورية ضخمة هي الاتحاد السوفيتي السابق ومع اختلافات او مع اختلالات او مع تغيرات سميها زي ما تسميها حصلت في الواقع السياسي العالمي وبالمناسبة هذه الاختلافات او التغيرات اللي حصلت في الواقع السياسي العالمي جزء كبير جدا منها متعلق به نهاية الحرب العالمية التانية جزء كبير جدا متعلق به ما اطلق عليها الحرب البردة جزء كبير جدا متعلق بما حدث فيه بلاد من اوروبا الغربية من ابرزها فرنسا وهي ثورة الشباب 68 الى اخره قدت الى تفكك هذه الامبراطورية او تفكك هذه الدولة العظمة الكبيرة القوية الاتحاد السوفيتي مع هذا التفكك فبدأت تظهر جمهوريات جديدة جمهوريات كانت منضوية تحت الواق دولة واحدة اسمها الاتحاد السوفيتي والعاصمة المركزية موسكو من ضمن هذه الدول هي اوكرانيا على سبيل المثال زي ما في كانت دول تانية زي بيلاروسيا زي لتوانيا زي استونيا زي الشيشان يلخ 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 طيب بدأت الخلافات من هذه اللحظة من وقت هذه اللحظة ما بين موسكو وما بين كييف العاصمة الاوكرانية الحالية واللي كانت لما كان في اتحاد السوفيتي كانت هي المدينة الاولى في هذه المقاطعة الكبيرة انا ذاك اللي اسمها اوكرانيا حاليا هي الجمهورية المستقلة طيب المهم انه اوكرانيا وهي بتستقل الاتحاد السوفيتي قدم طرح وقتها او روسيا الاتحادية قدم الطرح انه حتى لا يتفكك هذا الاتحاد ونحافظ على المكتسبات الاقتصادية وده مهم جدا لهذا الاتحاد والمكتسبات بتاعة قوتنا السياسية وقوتنا الجيوسياسية كاتحاد تعالوا نعمل تكتل جديد اسمه جيو اس الا انه كتير من هذه الدول رفضت الدخول في الجيو اس وحصلت مجموعة من التداعيات خلينا نقول تداعيات كبرى وهنتكلم في تفاصيلها وهحكيها لك بس قدام شوي عشان بودوا تبقى فاهم ولا نسقل عليك لكن اخيرا مفترض انه كانت تقوم مفاوضات ما بين موسكو وما بين كييف هذه المفاوضات كانت اساسها ايه؟ اساسها عدم انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي نيتو اوكرانيا اصرت على الانضمام لهذا الحلف موسكو حذرت من الانضمام الى هذا الحلف حذرت اوكرانيا من جهة وحذرت دول حلف شمال الاطلسي من جهة اخرى ووصفت انه هذا الانضمام هيضر بالمصالح المباشرة ومصالح الامن القومي الروسية وللأسف الشديد ما حصلتش المفاوضات الجانب الأوكراني رفض الدعوة الروسية وهنا تم اتخاذ قرار أدى هذا القرار إلى أنه روسيا بدأت في حصار أو الهجوم على أوكرانيا تقريبا من جميع الجهات بدأت بالجهة المتاخمة ألا وهي الحدود الأوكرانية الروسية ومن جهات أخرى زي من الجهة البلا روسية حلو؟ طيب حصل اللي حضراتكم شايفينه من تداعيات للأمور أكيد لكل متابع وبالمناسبة إحنا هنتابع ده بعد شوية على الخرايط عشان تشوف التحركات كتعامل إزاي إلى أنه الوضع أدى إلى أنه بعض الدول عرضت على الرئيس الأوكراني زيلانسكي الخروج من كيف بل والخروج من أوكرانيا بشكل كامل وأنه تقدر تحصل على حق اللجوء داخل بلدنا يمكن من أبرز البلاد اللي قدمت حق اللجوء كانت المملكة المتحدة إنجلترا إلا أنه الرئيس الأوكراني زيلانسكي يرفض العرض ويرفض العرض الأمريكي بالإجلاء من كيف وأيضا الاتحاد الأوروبي يقف فيه موقف مساند لأوكرانيا وأصبح للأسف الوضع كالقاتي للأسف هنا لأنه لا أحد يحب الحرب لا أحد يتمنى الحرب لا أحد يتمنى الصراع على الإطلاق فأصبح الاتحاد الأوروبي قابا قوسيني أو أدنى من عزل موسكو اقتصاديا عن العالم يعني إيه؟ يعني أنه هيتم إخراج موسكو من نظام سوفت الدولي للتحولات المالية حضرتك أكيد لما بتكون محتاج أنك تحول حاجة من بنك لبنك في دولة أخرى فبيجي يقول لك رقم السوفت بتاع البنك اللي أنت هتحول له كام هو ده فيتم عزل موسكو أو تم عزل روسيا من نظام سوفت المالي الدولي ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أصبحت بترسل أو دول أعضاء بالتحديد في النيتو أصبحت بترسل مجموعات أو مزيد من الأسلحة والعتاد والزخائر إلى آخره لمين؟ لأوكرانيين وبتتبادل مع روسيا غلق الأجواء أمام الرحلات الجوية سميها إن أردت حرب عض الأصابع أو حروب الإرادات